حدثنا إسماعيل أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء بن الشخيري عن مطرف قال حدثان بلغاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفت أني قد صدقتهما لا أدري أيهما قبل صاحبه حدثنا أبو مسلمين الجذمي جذيمة عبد القيس حدثنا الجارود قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وفي الظهر قلة إذ تذاكر القوم الظهر فقلت يا رسول الله قد علمت ما يكفينا من الظهر فقال وما يكفينا قلت ذود نأتي عليهن في جرف فنستمتع بظهورهم قال لا ضالة المسلم حرق النار فلا تقرب أنها ضالة المسلم حرق النار فلا تقرب أنها ضالة المسلم حرق النار فلا تقرب أنها وقال في اللقطة الضالة تجدها فانشدنها ولا تكتم ولا تغيب تغيب فإن عرفت فأدها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان وأحمد الحدد قال ثنى سفيان عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرفي بن الشخير عن الجارود العبدي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار فلا تقرب أنها حثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلمين الجذمي عن الجارود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار حثنا سليمان بن داود حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلمين الجذمي عن الجارود بن معلي العبدي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضالة المسلم عن الضالة المسلم حرق النار حثنا سريج حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوبا عن أبي العلاء عن أبي مسلمين عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار حناباز حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلمين الجذمي عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار ترجمة نانسي قنقر